اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كايكا او رايحين التوام المستعقلين تاخدوها معاكم حاجة روعة ولذيدة كمان واول حاجة انه يجب ان تكون المقادر بحرارات الغرفة تقهز الصينية وتشغل الفرن اجل اول حاجة تعملوها لما تعملوا كايكا و البيض يكون بحرارات الغرفة هنا اندي ثلاث بيضات و نص كوب من السكر و كمان عندي رشة من الملح و ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا نخلي نخلط تمام هدا المواد كامل لما يطلع مثل الرغوة ممكن تعملو بخلاط الكاس عادي تخلوه يخلط تمام تمام هنا عندي كوب و نص من الدقيق و كمان ملعقة كبيرة بكنجبودر و ملعقة كبيرة نشاء تمام الان شوفوا كيف الخليط وقع ما شالله زل فوليوم كده الان بضيف له هنا عندي سمنة و زيت بحيط لنه يقلي نص كوب استخدمت سمن مع زيت و اضيفه بشكل خيط اول ما خلص السكب على طور اوقف الخلاط ما عدا خلطش كتير ولا شوفوا الفوليوم او الهوى اللي دخلته كله بيروح اول ما تخلصوا السكب الزيت توقفوه الان عندي كل المكونات هدي القافة لازم انخله الان بضيف ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا ان الفانيليا لما اضيفه الان طعم الفانيليا لما بالخلط يروح يخف لكن ما تضيفوها الان تكون فيها طعم الفانيليا و ما تطعموش طعم البيض كمان شوفوا ما شاء الله هنا الخليط انديه كيف ما شاء الله الان بضيف الدقيق على ثلاث دفعات و معايا نص كوب حليب دافي بالتناوى بضيف بعمل نص كمية الدقيق و بضيف كمان نص كمية الحليب على ثلاث دفعات اضفتها يعني مرة حليب و مرة دقيق انتم بتشوفو على ثلاث صمت الدقيق على ثلاث دفعات شوفو نص اضيف الدقيق وانخله وبعدين اخلص خلطه شوفو باتقاه واحد شوفو كيف اخلط باتقاه واحد يعني ما تقلبوهاش كتير بس يختفي يختفي الدقيق اول ما يختفي خلاص اضيف الدقيق مرة تانية وبعدين اضيف حليب نفس كده اخر حاجة بتشوفو بضيف مكون جدا بيخلي الكيكة روعة والان بضيف الحليب اخر شي وخلاص شوفو ما شاء الله كيف حاولوا انهم ما تخسروش الهواء باتقاه واحد التقليب الان عندي هذه الخلطة ما شاء الله الان عندي ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم مع ملعقة صغيرة خل شوفو اخر حاجة اضيفة الان بضيف ملعقة صغيرة خل خاص اني يعني ميزاني كده اضيفة اخر حاجة وقلبة كده قلبة وحدة وخلاص شوفو كيف انتموه تقلبوه كتير الان بنقصم بناخذ كمية قليل من الكيك خليط الكيك بضيف له ملعقة كبيرة يعني حاجة بسيطة شوكولاتة بودر ممكن تخلوها سادة ممكن تعملوها بالبرتقال زي ما تحبوا الان النكهة زي ما تحبوا عندكم نكهة تانية اخدوا شوية وتقدروا تعملوا يعني تخلوا نكهة فيه بالبرتقال انا عملت شوكولاتة ملعقة كبيرة كده بس خلطتها حسيت شوية قامد اما تضوفو حليب او تضوفو من الخليط حق الكيك انا كده حسيته ثقيل فضفت من الخليط الكيك ومرات اضيف حليب ومرات حتى اضيف ماء يعني خفف الشوكولاتة بماء يعني ما شاء الله عليا طبعا انا مش فنانة بعمل الكيك مع انه خواتي ما شاء الله فنانات بعمل الكيك لكن انا اعمل هذا الكيك بحب اعمله حلو انتم بتشوفو للاخير اعمله لذيذ واكله دايما احب الكيك تبعي واكله كده الصباح لازم اقوم الصباح واعمل لي شاه حليب مع الكيك الان تعالوا هادي صينتنا الصينية دهنوها زيت غلفوها بدقيق ممكن انا عملت له ورق زبدة ضفت نصف كمية خليط الابيض والان باقي بالخليط الشوكولاتة زي الخيوط بعمله ممكن تعمله طبقة بطبقة بس انا كده اعمله مثل الخيوط شوفو كل شي بالبركة هدي من سمية كيكة البركة بصراحة بقول لكم ياها كل حاجة كده شوفو انا اعمله على النية اقول اذا ما انتفختش يعني النية اللي عمله لهذا الشخص نيته مش حلوة اقول اذا ما انتفختش علي الكيك واذا انتفخت اقول الله نيته حلوة ربنا يحبوها ده يعني حقا هذا الكلام لكن انا بصراحة بقول لكم انا عمله والحمد الله تنتفخ اذا عملته بصينية كبيرة او بقدر او بدست شوفو ما بتنتفخش هالي الكمية حقا يعني حق مربعة صغيرة حقا يعني شوفتو طقم القدر اللي بلي جي القدور اتقمت الحجم التاني اللي اتنين لتر يكون وهنا شوفو بعد ما عملته من فوق كده عملت بقبتة عود اسنان وكده شوفو كيف اعمله اشكال كده تدوروا دورات وكده تدوروا تدوروا المهم تعملوا اي شكل ممكن ما تعملوش دي الاشكال وخلوها بيضة احسن لكم وخلوها كده سادة واي في بالقوانب كده نسكب عليكم امسحوها لانه يحرق الان بدخله على فرن حرارة 180 لمدة 35 دقيقة الى 30 دقيقة نحنا نعمل له تيست شوفو عملت له تيست لما قلو بقي لي 10 دقائق عادة كانت لي عادة خليتي عادة شوية الى 35 دقيقة وخركته طبعا اني ما استنيتش عليها زي المفقوعة اني اساسا لما اسوي الكيك زي المفقوعة لاني اني انسانة مش شاطرة قلت لكم في الكيك اني غطيت شوية تهداء بعدين عشان اقلو بيه عشان ما تتكسرش عليها لانه اذا قلبتنا ويه حامية ممكن تتكسر ما شاء الله شوفو كيف قلبته واش اقول لكم ما شاء الله تبارك الله طرية لديدة يعني كيكت كل يوم كيكت شاهي عارفتوا هذا الكيك اللي تشترونه قراطي صديقي جاهز اني مش اش اتكر اسامي بس هذا احلى منه صدقوني احلى منه تقدروا تعملو كب كيك وكمان هذه الطريقة تقدروا تعملوها كله بالخلاط خلاط الكاس مش لازم خلاط والله تطلع عهم شي اني يا قلت لكم والبركة شوفو هنا اني غلفته عشان كان معايا شغل بزامة هداء قليل قطعته بس خليته كده شوية غلفته حتى ما تغلفوه وهي دافية تكون تقلص طرية وهنا ما شاء الله بدأت الابداع اني دايما اعمل الكيك هذا عشان نحنا دايما ناكله مع الشاهي قلت لكم فاني اعملو كده بقراطز حلو جدا رايحين للمدرسة معاكم اولادكم يلا يرضو لكم ياخدوا كيك تقدروا تعملوا الكيك هذا في بوك مكسرات هذا زي الانجليش كيك يعني الكيك العادية فهمتوا كيف وشوفوا من اسباب فشل الكيك الفرن لما يكون حامي كتير او انه بارد كتير لازم يكون الفرن حرارة وسط تمام حاولوا انه يكون 180 مية لاش اكتر كمان الصواني حق الكيك لازم تاخدوها الصواني تكون شوية تقيلة المينيوم ما تكون الصواني خفيفة او اي نوع يعني تكون وكمان المكونات لازم تكون بحرارة الغرفة ما تكون شباردة على طول تخرقوا البيض وتعملوا لا يكون بحرارة الغرفة وكمان حاجة ثانية بقولكم اياها تخلطوا خلط كتير لما تضفوا الدقيق وتجلسوا تخلطوا يطلع الكيك مكتوم مكتوم وكمان مرات يكون البكنش بودر مش شغال يعني مش صالح او خلص خربان هنا ما شاء الله شوفوا قهز كوب الشاهي وعمل وقلسنا الصراحة ده كان الصباح شوفوا كان الساعة 6 كده الصباح او 7 الصباح عملنا كده قدس شاهي انو زوقي واخدنا كده الكيك وقلسنا كده ناكل يعني لدي طبعا هنا زوقي يضحك علي وقول لي ليش بالملقط اقولوا اني اتفنن قلسة وسقطت وقول لي ما حد لو كان مفتوح خدي بالملقط لكن قده مغلف وتاخدي بالملقط خاص خدي بيدك ورقعت اخد بيدي بس يعني عشان اتفنن ارويكم القلب لزرق وكمان شوفوا ما شاء الله يقلس معي ايام كل ما قلس يطرى يعني ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم هو يقلس صوفت كده وطري وكمان بقول لكم حاجة اذا بتحفظوا داخل علبة معدن حطوه بكيس بعين بعين بعلبة معدن يقلس روعه طراوة الكيس كده يخليه طري على طول وممكن تحطوه بالتلاقة بس اني حطوه في المطبخ يقلس عندي حتى اسبوع اني يقلس خمس يام اربع يام خلص اني اساسا يخلص من ثالث يوم رابع يوم يخلص فانتم قربوا جدا روعة بالعافية لي ولكم اذا عقبكم الطريقة لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكوميس حي منكم وبالعافية لي ولكم